مرحبا مواليد برش الدلو معكم كارمي شماس كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين ثمانية وعشرين أدار في مارس للاحة ثلاثة نيسان أبريل هذا أسبوع مهم جدا ليه؟ لأنه في شغلتين مهمين أول شيء الأسبوع يبدأ هو الأمر ببرشكم تاني شيء الأمر والشمس بيتراصفوا يوم الجمعة صباحا في برش الحمل البيت بالنسبة للكم هو البيت المهم جدا بيت الثالث يلي بعطيكم طاقات ولا أروع من هيك شوفي عنا بهذا الأسبوع خلينا نحكي الثانين ثمانية وعشرين أدار مارس الأمر موجود في برش الدلو طاقات ولا أجمل من هيك ما في حدود للكم وكأنه البواب مشرعة مفتوحة وكأنه المحيط من حولكم مستعد يسمع صوتكم أنتوا بتفكروا أنه العالم بعدها مثل ما هي صحيح العالم بعدها مثل ما هي لكن جواتها بالنسبة للكم فيه انفتاح فبالتالي تنقول مثلا دايما بتروحوا على المكتب نفس الشي نفس العالم نفس الموديل نفس التكشيرة عندهم لكن هالمرة فيه احتمال أنه إذا فدتوا احتمال فلان اللي دايما مكشر فجأة يبتسم لكم اليوم ويمكن يحكيكم أنتوا بتفكروا أنه كل شي بعضهم مثل ما هو لأنه هني بعضهم مثل ما هني لكن أنتوا الأمور عنكم تغيرين فيه انفراج يوم الأثنين طبعا وجود الأمر ببرشكن هو ضوء أخضر كل شي فيكن تعملوا كل شي مفروض يتيسر أولا لكم كونوا جريئين التاليطة الأربع والخميس الأمر في بيت المال حتى الساعة 12 نصر الظهر توقيت بيروت الصيفي وجود الأمر في بيت المال هذا بيعطيكم زخم كتير كبير زخم كتير كبير طاقات كتير كبيرة من بعد ما الأمور شفتوها مثل ما هي الأمر كان ببرشكن الأحد والتانين تانية 28 صار فيه بإمكانكم تاخدوا الخطوة الأولى حان الوقت في أمور جديدة بانتظاركم حان الوقت لاتبلشوا تاخدوا قرارات وتمشوا في طريق تسهيل الأمور ترتيب الأمور لازم تعملوا ليستة لائحة الأمور المهمة الأمور ما مهمة كشوفوا عنكم لهذا الأسبوع ولهذا الشهر حطوا الأمور المهمة بالنسبة لكم ضروري جدا لما الأمر يكون بيت المال يكون فيه عنكم لائحة أولويات الخميس 12 ونص الظهر توقيت بيروت الأمر بيروح لبرش الحمل الجمعة 1 نيسان أبريل الأمر ببرش الحمل بيلتقي مع الشمس 9 ونص صباحا توقيت بيروت السبت 2 نيسان أمر ببرش الثور حتى 8 المساء وجود الأمر في برش الحمل هذا معناتها بداية لحقبة جديدة مهنيا أو دراسيا تفكيركم مختلف قناعة مختلفة تسمعوا شيء بتقروا كتاب بينوركم أو بضوي لمبة برأسكم تقولوا آه أوكي نوعا ما بل شو تفكروا فيها بداية يمكن لعمل انتقال لمكتب شرية مكتب شرية سيارة شرية لابتوب تحديث يمكن تطوير مسائل معينة كتابات مختلفة زائر جديد سفر جديد كل هيدا بيخلع المواليد برش الدلو فترة سريعة الإقاع ومهمة جدا مع الأمر الجديد فيكن تتوقعوا شيء جديد بانتظاركن شيء جديد ومهم جدا بانتظاركن الأحد 3 نيسان أبريل الأمر موجود ببرش الثور يلي هو البيت الرابع بنسبة للكم الكلام الحديث والمناقشات قد تكون شوي متعبة بنسبة للكم لكن انتوا قدوا دود انتبهوا فقط من الكلام ما يكون جارح مع أحبائكم أو الناس من حولكم حتى ولو كنتوا شوي مزاجيين أو مش عم بيفهموكم الناس ما علي طولوا بالكم الجو ليس سلبية هلا كوكب المريح بيقول انتبهوا موليد 5 ل11 شباط فبراير زحل بيقول انتبهوا موليد 11 و12 شباط فبراير كونوا حذرين خاصة 11 شباط فبراير نلتقى مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل باي باي